السلام عليكم ورحمة الله وبركاته OpenAI اعلنت انها ابقى فيه حاجة اسمها شاتجي بي تي ستور مخزن تقدر ان تبرمج حاجة وتضيفها ونستطيع استخدامها من خلال الOpenAI يعني انا هعمل حاجة من نفسها للOpenAI لا هعمل حاجة تشتغل جوه الOpenAI هتشتغل جوه الوشاتجي بي تي ممكن تختار حاجة مثلا متخصصة في انها ساعدت في الكتابة لما هو شاتجي بي تي بي يكتب اه بس ممكن انت تبرمج حاجة متخصصة في حاجات الاكاديمية التبية فلما استخدم الاداة دي هيجيب لي حاجات تبية فيه ادوات كتيرة مثلا تشتغل في التسويق مثلا ان انت عايز تعمل الانان لشركتك فاي كلمة تكتبها هيرد لك من خلال نظرة واحد متخصص في التسويق زادت ستبقى فيه تورز كتيرة جدا مثلا حاجات متصور مثلا ممكن تكون متخصصة مثلا في التاريخ الاسلامي ممكن متخصصة معينة في خدمة معينة ممكن متخصصة مثلا في ان ترفع البي دي اف او منهج مثلا المزارة التربية والتعليم في مصر مثلا تبقى فيه كل حاجة ففيه تورز كتيرة جدا انت تقدر نفسك ببرمج وتربط بشاتجي بي تي تبعتها لهم ما يفعليها زي المتصفح المزارة مثلا للمقات الخدمات فهو هنفتح الموضوع ان انت تقدر تعمل الموقع بتاعك تقدر تخليه لأدنس جوه لشاتجي بي تي فهتلاقي تورز كتيرة في حاجات متخصصة في الان لبي في حاجات متخصصة مثلا في دراسات معينة في خدمات كثيرة جدا ده هيدي طبعا قوة لشاتجي بي انت بشتعمل منافس لي لكن ممكن تعمل حاجة تغيرة خالص ما خدتت منك وقت في البرمجة بتتخصص في حاجة معينة يعني مثلا هتتخصص في انها تعمل صور بشكل معين تتخصص في انها تجاوب بشكل معين او مثلا تتخصص حاجة انها لما تجاوب تشرح بشكل مبسط جدا او كلما تشرح حاجة لازم ما تجيبش حاجة بالمرجع بتاعها ويتأكد ان المرجع ده سليم فهتلاقي تنزل كثيرة جدا ايه بقدر تختار مثلا الحالات الخاصة بالديل ايه زي لوجو كرياتور يقدر يعمل لك لوجو متخصص يعني مش بقول له اعمل صورة وابدأ اختار لا هو يعمل لك اللوجو هنا ممكن تقول له انا عايز على هاي الكرتون فخلاص اي حاجة هتكتبها هو يبقى متخصص اتدرب اكتر على كرتون يعني مثل المثال هو بقدر يعمل صور ممكن انا اقول له ايه انا عايز اخصصه في انه يعمل صور مصر ليوين دول بش ايام عصر الصورات والعصر القديمة ليوين دول فهيبدأ اغازية صور كتير جدا ممكن انت مثلا معجب بالرسمات اللي نارد دافنشي فهتعمل كل صور اللي نارد دافنشي ويبدأ ان هو يدرب عليها بس او تصميمات حسب فتحي فهتتوجهه في حاجة معينة ممكن واحد معمارية يبدأ يوجه في حاجة معمارية معينة فهي تولز قوية جدا فهي تولز قوية جدا فكرة الابي اي اي او ان انا برمج مع برنامج كبير مثلا الابي اي اي ممكن ان تبرمج برنامج جوا الريفت انت رشت نفس الريفت بس ممكن تعمل تولز صغيرة جدا بتعمل حاجة مش موجودة فتدي قوة مثلا انت تعمل اكسو بورد لبنفات معينة من قلب الريفت مثلا بنتداد معين وهكذا هناك مختلفات خاصة بالفيديو ومختلفات خاصة بالبرمجين ومختلفات خاصة بالتعليم ومختلفات خاصة باللايف ستايل هم لسه فتحيني المجال قريب لكن قريبا ستجد ألاف التولز موجودة التي تقدر تختار منها وتشرع عليها مثلا ان ترفع ملف بدي اف او ان انت خاصة لك ملف بدي اف او انت تعامل مع الملفات بدي اف هذه خاصية اكواسها تدهر لانتسبة منها شامل يقول لك اعمل ساين لكن يجب ان يكون عندك شاتجي بتي بلس اللي هو بكلوس عشان تبدأ يشعر معك اشترك